تصريحات مصيرة لنجل حلمي بكر زوجة أبي استولت على الشقة وبتعذبه وذكر هشام نجل حلمي بكر حالة والدي متدهورة عنده مشاكل صحية كبيرة في الكلا والبرستاتة ومع تقدم العمر الشيء اللي أثر بالسلب على زاكرته وقدرته على التركيز جات لي أخبار من خلال عمي في القاهرة بضرورة نزولي لمصر في أسرع وقت لأنه في الغالب الموسيقار حلمي بكر في أيامه الأخيرة ومش بس عمي اللي قالي كده ناس كتيرة بتتكلم عن المعاملة السيئة اللي بيتلقاها والدي من زوجته الحالية وأقاربها لأنها طردته من بيته اللي في المهندسين وقامت بنقله في شقة في الشرقية في الأرياف لا طليق بحلمي بكر أبدا ومحدش عارف يوصله لأنه واخدين منه تليفونه حتى أنا ابنه بحاول أتصل بيه ومش عارف أوصله حتى سألوا الفنانة نادية مصطفى لأنها دايما كانت بتزوره وعندها رسائل صوتية من أصدقائه طلبوها بإنقاذه لأنه بيتم تعذيبه غير المعاملة السيئة من زوجته وأنا قريب لازم هنزل مصر علشان أشوف والدي أنا ابنه الوحيد وبعيش في الولايات المتحدة الأمريكية من وقت ما كان عندي 15 سنة حيث انفصل والدي وأنا عمري 11 سنة وما بزورش مصر كتير غير مرة أو مرتين من بداية هجرتي معيني الآن عندي 49 سنة ومن ناحيتها كشفت الفنانة نادية مصطفى وعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية مفاجآت عن الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمي بكر ووجهت الاتهام لزوجته بمنع الزيارة عنه قائلة مرة زورت حلمي بكر وكان تعبان مش قادر يتحرك عرضنا عليه المساعدة ونقله للمستشفى ولكنه رفض وقال لي بالحرف الواحد مش هينفع يا نادية لو خرجت من البيت مش هعرف أدخله تاني وانا احتراما لي والرغبته طلبت من دكتور يزوره في البيت